طيب الفريح أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق اللي كان أعلن أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة وكان عندنا دراما كده رهيبة جدا أنه قال طبعا كان في الإمارات بقى له خمس سنين دراما بقى أنه عايت رشح وأعلن ده في فيديو دار رويتلز بعدها بشواء صغيرة فجئنا به على قناة الجزيرة في فيديو آخر قال أنه مصرب أنه هو اتاخد من تليفون بنته قال فيه أنه هو الإمارات منع من الصفر وأنه يطالب بفك الحظر عنه وأشياء من هذا القبيل والعودة لبلده المهم الإمارات رجعته بلده في طائرة خاصة شفيق رجع مصر راح الجي دابليو ماريوت اختفى 24 ساعة في الأول ثم ذهب إلى الجي دابليو ماريوت ثم بعد ذلك فيه اتصال هاتفين مع زمينة والإبراشي قال أنه سيراجع موقفه أنه حينزر الشارع يشوف ماذا حدث يعني بقاله خمس سنين غايب يعني أنا بحاول مع اللقش والله بجد بحاول فعلا مع اللقش يعني المهم فبعد كده بعد يعني بعد عدة أسابيع التقى بحزبه وأصدر البيان التالي شعب مصر العظيم كنت قد قررت لدعودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنت أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقدرا أن غيابي لفترة زادت على خمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب وأضاف وبالمتابعة للواقع فقد رأيته أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة الأمور داخل الدولة في الفترة القادمة لذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية وبالتوفيق يعني المقبلة دعينا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطوير والتوفيق منذ قليل أستاذنا الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس أعلى للتنظيم والإدارة لتنظيم الإعلام أنا مش عارفة مالي كل النهاردة كل الألقاب غلط لتنظيم الإعلام قال في حوار على فضائية MBC مصر أنه بالفعل اتصل بالفريق أحمد شفيق وقال له أنه أكد له رفض الانقسامات في الفترة الحالية في ظل التحديات الصعبة التي توجهت دولة من بينها الإرهاب وقال أنه الانسحاب من السباق لصالح مصر مشيرا إلى أن الفريق وده كلام الأستاذ مكرم سيقف بجانب الرئيس سيسي وسيدعمه في الانتخابات مش عارفة هو ما شفش الكلام إنجازات دي قبل كده مثلا ما علينا بلاش شفيق خلص قلينا نذهب إلى خبر آخر إذن آه طب مهمة بس في هذه القضية أنه الفريق شفيق دلوقتي خارج انتخابات الرئاسة إذن الباقي من المرشحين للمنافسة الرئاسية هو خالد علي وخالد علي عنده سبعة مارس المقبل الاستئناف يعني ده تأجيل معرفش ده هيكون نطق بالحكم ولا إيه ولكن ده فيه تأجيل لقضية الفعل الفاضح في سبعة مارس المقبل وطبقا لقانون الانتخابات لا يمكن استبعاد أي مرشح الانتخابات إلا إذا كان عليه حكما باتا ولا يوجد حتى الآن على خالد علي حكما باتا إذن المرشح الوحيد المعلن الآن هو خالد علي حتى الرئيس سيسي لم يعلن نياته للترشح بوضوح حتى هذه اللحظة ومش عارفين إذا كان فيه منافسين آخرين إمتى الانتخابات بكرة الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد مؤتمر صحفي غدا لتعلم فيه عن جدول الانتخابات التفاصيل بقى والجدول توقعاتنا بتقول إن الانتخابات هتكون في إبريل المقبل ربما منتصف إبريل المقبل ليه؟ لأنه لابد من إعلان اسم رئيس جمهورية مصر العربية للسنوات الأربع المقبلة يوم 3 مايو المقبل ليه برضو؟ لأنه تبقى للدستور لازم يكون شهر قبل انتهاء المدة والمدة كانت في 3 تسلم الرئيس سيسي حكم البلاد في 3 يونيو وبالتالي لابد من أن يكون 3 يونيو 2014 وبالتالي لازم شهر قبله يبقى 3 مايو لابد من إعلان رئيس جديد لمصر تلاتا ميو